تبدو لعبة لوحة بادوك بسيطة بشكل مخادع فهي قطع سوداء وبيضاء تسمى أحجاراً باللغة الإنجليزية وتتكون من شبكة أساسية يمكن أن تكون 19 سطراً للعبة كاملة يلعب أطفال الروضة على لوحات تدريب مكونة من 9 سطور رغم أنها لعبة معقدة استخدم الدبلوماسي الأمريكي هيري كاسينجر اللعبة كمقياس لإستراتيجية الصين تجاه العالم الخارجي في كتابه حول الصين تعرف اللعبة باسم جو في اليابان وويكي في الصين وبادوك في كوريا الجنوبية يعلم الجميع أن الأطفال يكونون مشاغبين حقاً عندما يبلغون من العمر 5 أو 6 سنوات في هذا العمر يحب الأطفال اللعب لذلك نعلمهم لعبة بادوك كما لو كانت لعبة ممتعة في المنزل يمكن للوالدين أيضاً اللعب مع أطفالهم تريد كوريا الشمالية الترويجة للعبة باعتبارها جزءاً من الثقافة المحلية وشيءاً يساعد الأطفال على التعلم والتطور في السياق التعلمي في كوريا الشمالية إنه أمر مثير للاهتمام وتعتبر جزءاً بارزاً من المناهج الدراسية منذ سن مبكرة للجميع الهدف من اللعبة هو الفوز من خلال إحاطة قطع الخصم والتحكم فيها وضمن الخطة التعليمية يتوفر للأطفال ساعة واحدة للعب بادوك وهناك حد زمني لكل مسابقة من خمسة عشرة إلى خمس وأربعين دقيقة قد ترغب كوريا الشمالية في الترويجة لهذه اللعبة باعتبارها لعبة خاصة بها بينما تطالب الصين واليابان المجاورة لها بتراثها ترجمة نانسي قنقر